نعم صحيح يعني بعض الناس يزوروا المقابر حتى يشرك بالله عزيزي يدعو الأموات من دون الله ودعا غير الله شركوا بالله والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعا أوليائي وقال إذا سألك عبادة عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني وذاك تجد أهل بدع عنده من الشركيات الشيء الكثير التعلق بالقبور التعلق بالصالحين التعلق بالأولياء هذا منذ القدم ففتنة القبور فتنة عظيمة بعض الناس يزوروا المقابر حتى يسرق ربما يسرقوا الجثة نفسها ربما يسرق أموال لأن بعض الناس ربما يضع الأموال والذهب مع الميت أكد عندهم اعتقادات فمن الناس من ينبش القبور ويسرقوا الجثث هذا موجود لكن وهو أمر بشع جدا ولا لا يحفر القبور حتى يسرقوا الميت لكن هذا الشنيع ولا لا أشنع منه ماذا أن يدعو الميت من دون الله لأنه دعا الميت من دون الله ماذا فعل أشرك بالله بينما فعل تلك الأفعال فقد عصى الله عزيزي وأتى بكبيرة لكن أكبر الكبر على الإطلاق هو الشرك بالله عزيزي وهذا ما لا يستشعره كثير من الناس قد يستشع جدا بعض المعاصي وحق المعاصي كلها بشعة وكلها قبيحة وكيف لا تكون قبيحة وهي معصية الله عزيزي وكما قيل لا تنظر إلى الصغر المعصية وانظر إلى عظمتي من عصيت لكن أشهد من هذا كلما ذلك الذنب الذي لا يغفر الله عزيزي الشرك أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر المعدون ذلك المعيش فذاك لما سأل المسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ماذا قال قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك ثم أي قال أن تقتل ولدك بخافة أن يطعم معك الشرك أشهد من قتل الولد ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك أشهد من الزنا لابد المسلم أن يستشعر هذا الشيء حتى يخاف منه خوفا شديدا إذا ما خفنا من الشرك ربما نقع فيه يعني إذا استهنى به ربما نقع فيه وذاك إبراهيم عليه السلام ماذا يقول في دعائه هو الذي حطم الأصنام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يسأل الله أن يجعله في جانب وعبات الأصنام في جانب معنى هو الذي حطم الأصنام لأن كما قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس ضلال مبين وما إنه قال جل وعلي أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دونه لكن لمن يشاء ومن يشرك بالله فقط ضل ضلالا بعيدا هذا أعظم ضلال وأبعد ضلال أن الإنسان يشرك بالله عز وجل لأن أشركت لا يحبط النعم لك اللهم ما قال لأن سرقت لا يحبط أن نعملك لأن زنيت لا يحبط أن نعملك ما قال لأن أكلت الربا لا يحبط أن نعملك ما قال لو أكلت مال يتيم لا يحبط قال لأن أشركته فخطير جدا يجب علينا دائما أن نتذك أن الشرك خطير حتى لا نقع فيه حتى نكون حذرين منه كل الحذر